وأيضاً وفقاً لللائحة المادة 77 و30 وما ذكر في مضبطة الجلسة رقم 10 سبحة 45 في المجلس التأسيسي لا يقصد بنص المادة ما يصدر عن الرئيس من استيضاح أمر أو توضيح إنما من أعمال الرئيس بل من واجباته أحياناً أن يوضح بعض المسائل مجرد توضيح أو يستوضحها مجرد استيضاح لخ شعيب الرأي الخبير الدستوري بناء على طلب مني بمراجعة المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية والمناقشات البرلمانية عند وضع هذه المادة الأخيرة يظهر أن الأصل في عضو مجلس الأمة أن يخضع كأي فرد عادي لجميع الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية غير أنهم حماية للعضو من أي إجراء جزائي كيدي قد يتخذ ضده ويحول بينه وبين أداء واجبه في المجلس ولجانه نصت المواد سالفة الذكر على أنه في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز أن تتخذ نحو العضو أي إجراء جزائي إلا بإذن مسبق من مجلس الأمة ويطلب هذا الإذن مدير عام الإدارة العامة لتأخيقات وزارة الداخلية عن طريق وزير الداخلية في حالة الجنح أو النائب العام من خلال وزير العدل في حالة الجنايات ومؤد هذا الإذن رفع الحصانة الإجرائية التي نصت عليها المواد سالف الإشارة إليها عن العضو المعني والتي يتمتع بها أثناء أدوار الانعقاد ومتى وافق مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة عن العضو صار بقوة القانون فردا عاديا في مواجهة سائر الإجراءات الجزائية هذا ويقتصر رفع الحصانة على الجريمة التي وردت في طلب رفع الحصانة دون غيرها وأي جريمة أخرى يرتكبها العضو تحتاج إلى أذن جديد فأقول للأخ الفاضل شعيب الموزري والجميع مسؤولية رئيس المجلس تطبيق الدستور والقانون وهذا ما يقوم به رئيس المجلس وهذا هو الرأي الدستوري الذي أستند عليه هذا ما لا علاقة بالأشخاص ولا لا علاقة بأسماءهم ولا علاقة بتوجهاتهم السياسية ولا أي أمر آخر ينطبق علي وعليك وعلى غيري وفق فهمي للدستور والقانون وفق الرأي الصادر من كبير الخبراء الدستوريين في المجلس وكثير من الخبراء الآخرين تحميل رئيس المجلس هذه المسؤولية ما أعتقد صحيح لك رأي نحترمه ولنا رأي أيضا يجب أن تحترمه أما الأمر الآخر اللي تفضلته وذكرته بالنسبة للإتعاد البرلمان الدولي فهذا حقك ولا أحد منعك تستطيع أن تروح للإتعاد البرلمان الدولي أو تذهب أينما تشاء بس لازم تحدد على من تشتكي على المحكمة على الحكومة على المجلس أو إذا بتخليها علي أنا شخصيا بعد ما عندي مشكلة فنحن نحترم أي نقط بأن أخي شعيب أي أمر آخر في إطار هذا النقط مقبول أريد أن أتوضح لك الرأي الموجود لدينا في المجلس والرأي اللي جاني من الخبير الدستوري هذا للتوضيح فقط الأراء تختلف في تفسير المادة 111 وكثير من المفسرين الدستوريين أو الخبراء الدستوريين قالوا رأي آخر نختلف أو نتفق مع أراء الباب هذا الشيء راجع لكل قناعة تحترم قناعتك واحترم قناعتي والعكس صحيح المبدأ الأساسي للأخ الرئيس أننا يجب أن نقوم بدورنا كنواب وهذا مطلوب مننا مو فقط للنواب وأيضا لنصرة إخواننا في أننا نستقرب كيف الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تصدر قرارات وتقوم بجراءات خلال 24 ساعة لم تقوم بها مع أطراف أخرى أيضا من حقنا أن نقول للأخ الرئيس يا الأخ الرئيس إحنا أمام لائحة تنظم عمل المجلس فمن حق الانتقاد ومن واجبك أنك تستمع وأيضا من حقك الانتقاد أو التعليق والواجب ما عندي مشكلة أبدا أنا شرحت لك التفضل أطراف المكرمون أما بالنسبة للبرنامج الدولي أنا أقول لكم قسما بالله كل جهة فيها حماية لأي مواطن سواء الأخوة النواب والمواطنين راح تجه له أنا شخصية ولن أتردد واللي يقول هذا الدولة والكويت ساءت سمعة الكويت لا اللي سيء سمعة الكويت وهو من يظلم الناس ومن يتخذ أي جراءات أخرى حفل لأخ الرئيس أما توجيه الشكوى هذا راح إن شاء الله يتعرفونه في وسائل الإحلام إن شاء الله ماشي أيضا أقول أنا أطبق نصوص موجودة اللي عنده رأي آخر يقدم نص جديد كل نائب أو الحكومة كل عضو في مجلسهم سواء كان نائب أو وزير يبدأ رأي أما بالنسبة لي كرئيس أطبق ما جاء في النصوص الموجودة أمامي الآن تفضل الله حادل الدمخي كلمة لك ترجمة نانسي قنقر